على الرغم مما يعيشه العراق من أزمات في مختلف القطاعات لا سيما في القطاع الطبي لأن الباحثين بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلسمات الطبية في سامراء يعملون دون كلل من أجل إيجاد حل لكل المشكلات الصحية والأمراض التي تواجه العراقيين مستحضر سامر فيد بلاس من المستحضرات الجديدة التي انتجتها شركتنا بالآن مناكرة وهذه من المستحضرات التي تعتبر مقبولة بالسوق ومطلوبة هو يعمل على احتقان الجهاز التنفس العلوي بالإضافة لأنه خافة الحرارة وهذا الشيء من الأشياء الجيدة والمطلوبة بالسوق سامر فيد بلاس اسم لمستحضر طبي جديد صنع بأيد عراقية لعلاج أمراض البرد والإنفلاونزا وقد عملت فرق البحث والتطوير طوال عامين من أجل إنتاجه ما دفع البعض الاتهاميهم بالتأخر لا يوجد تأخير نحن حكمنا فترات دستورية أي مستحضر جديد ينزل للسوق لازم يخضع لجميع الفحوصات وجميع ظروف المتابعة في قسم البحث التطوير إلى أن يدخل للإنتاج وممكن أنه يسوق بعد صدور قرار تجزي المستحضر فأحنا التأخير مو لأنه احنا متأخرين لا لأنه احنا ننتظر للفترات اللازمة للدراسة الثباتية وثبات نجاح المستحضر يلا يدخل العملية الانتاجين وبالطبع كان العبء الأكبر على عاتق قسم البحث والتطوير بالشركة حيث واصل الباحثون عملهم لشهور طويلة من أجل إنتاج دواء فعال وآمن في الوقت ذاته كان لقسم البحث والتطوير والكوادر العاملين في هذا القسم الدور الأساسي في وضع التركيبة لهذا المستحضر ومتابعته لمدة سنتين وإكمال جميع الفحوصات في قسم السيطرة النوعية في الشركة إضافة إلى أنتاجه في مصنع أدوية سامرة إنه كان بكوادر عراقية من قسم البحث والتطوير وبحسب المختصين فإن هذا المستحضر الجديد له نفس فاعلية الأدوية المستوردة في السوق فضلا عن أنه أرخص سعرا منها ما يعني تخفيفا من بعض معاناة المرضى في العراق شكرا